اشتركوا في القناة قتلت ساشا ضعيفة الله واحترمنا جرأتك وقلنا يا عمي كله في صالح القصة بس تخلي قابي وفالكو يهربون ويعيشون في بيت ام وابو ساشا البنت اللي قتلوها يروحون ويعيشون في بيتها من بين كل البيوت في باراديز يخرب بيتك يا يزامة اقسم بالله هدايا هذا هو الشيطان باراديز بس خلونا نتفق يا جماعة انه هذه الصدفة صدفة اللقاء قابي وفالكو مع الطفلة كايا اللي هي تصير يعني اخت ساشا بس بالتربية كده يعني بتكون لها اثار مرة كبيرة واول اثارها شفناها في حلقة اليوم وراح نناقشه بعد شوية طيب عزيزي الوجيه قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى تسوي لايك لانه مرة مهمة وبيساعد كثير يا اخي ترى انا ما احب اطلوب لايكات والله كده الموضوع كده تحسوا يعني على مضب ما احب اقول اضغطوا لايك بس مرة ضروري يا اخي علشان القناة تزدهر وتنمو لازم تضغط لايك امر الله واذا ما عجب تحدش لايك ترى عادي بس سوي شيء حلقة اليوم ما فيها اي اكشن وكانت حلقة مليانة هدوء وموسيقى شاعرية ولكن الاكيد اننا عرفنا اشياء جديدة ومهمة مرة مهمة وقبل نخوض في اي تفاصيل خلونا نسترجع مع بعض ذكريات مهمة لهذه الطفلة كايا اللي هي بطلة حلقة هذا اليوم لانه قصتها جدا مهمة في ربط واستيعاب ايش ممكن يحصل في الحلقات القادمة في الحلقة الثانية من الموسم الثاني شفنا هذه الطفلة كايا ولكن في مشهد مختلف وكانت وقتها لسه في سن صغيرة الطفلة كايا قبل اربع سنوات من الوقت الحالي للانيمي كانت عايشة في قرية مع امها المشلولة واثناء هجوم العمالق الهمج على قريتهم الكل هرب وتركوها هي وامها لحالهم امها مشلولة ما تقدر تهرب وهي طفلة ما بيدها اي حيلة فدخل بيتهم عملاق طوله متر او مترين ثلاثة شيء زي كذا وظل يأكل امها المشلولة قدام عينها وهي حية في واحد من اكثر المشاهد ألمان ايش هذا لك ان تتخيل كمية الصدمة اللي كانت عايشتها وكيف راح يؤثر هذا الشي على شخصيتها وعلى تكوينها وهنا جاءت ساشا وحاولت تقتل هذاك العملاق ولكن للأسف ما كان معها اي عدة سوى هذاك الصطور وبرضه ما نفع وشافت انه قدامها هذه الطفلة المسكينة كايا فقالت يا عمي اذا انا مني قادر انقذ هذه العجوزة المشلولة المسكينة خليني انقذ هذه الطفلة على قلع حس اني سويت شيء وبالفعل ساشا بعدها اخذت الطفلة هذه كايا وودتها الى بيت امها وعاشت معهم هناك برضه في الحلقة التاسعة من الموسم الاخير شفنا كايا في جنازة ساشا مع ام وابو ساشا يفترض كذا استرجعنا الذكريات اللي نحتاج نسترجعها وعرفنا من هي كايا هيا لكم ان تتخيلوا انه ايساما خلى قابي تقتل ساشا ووصل قابي الى بردايس اللي هي دولة ساشا وخلاها تقتل حارس الزنزانة اللي هي مسجونة فيها بسبب قتلها الساشا وبعدين وصلها الى بيت تحتمي فيه وطلع هذاك البيت بيت ساشا سخرية القدر هذي ولا سخرية اساما اساما حلقة اليوم كانت مركزة على ثلاثة الاطفال هذولي بشكل كبير قابي فالكو كايا ثلاثة اطفال تقريبا في نفس العمر ولكن اختلاف التفكير بينهم شتان ما بين الشرق والغرب قابي متهورة غضبانة مؤدلجة بشكل غير طبيعي وعندنا كمان الطفلة كايا الطفلة عاشت تجربة جدا مخيفة ومرعبة وهي صغيرة وهذا الشي كان مفروض انه يزرع نفس كمية الكراهية داخل كايا تجاه مارلي والعمالقة ولكن الفرق بين كايا وبين قابي هو عنصر التربية والنشأة قابي تم تربيتها وتعزيز كرهها للشيء اللي يخدم مصالح مارلي وعوائل الديا في مارلي حتى انه اهلها لما ربوها عارفين انه تربيتهم لها غلط ولكن ما بيدهم شيء لازم يربوها بالطريقة اللي تضمن سلامتها وسلامتهم بالنسبة الكايا تم تربيتها على العكس تماما ربوها على الخير وعلى الحب وعلى مكارم الأخلاق وشفنا هذا الشيء في كلامها وطريقة تعاملها مع قابي وفالك لما قالت انا ما الومكم على الحقد اللي فيكم او ما الوم قابي بالتحديد طبيعي تكوني حاقدة وكريهة لانك عشتي وتربيتي في مارلي وشفنا كمان اثر تربيتها الكويسة هنا لما قالت ايش دنبنا احنا نتحمل اخطاء حصلت قبل الاف او مئات السنين كايا مستعدة انها تسامح وتغفر للي قتلوا امها على عكس قابي تماما لانها فاهمة هذه الفلسفة القذرة للحرب كان بامكانها تحول موت امها الى غضب وصخط وتصير كريهة مثل قابي ولكن التربية والايدولوجيا لها دور وهنا تظهر فلسفة الكاتب والافكار اللي جالس يحاول يوصلها لنا مهما طال الزمن رح تظل ذنوب اجداد الديا تلاحقهم حتى لو تحسنت الوضاع حتى لو انتهت هذه الحرب بمجرد ما تيجي اي زلة رح يلاقون ذنوب اجدادهم تظهر اثارها عليهم من جديد انا اسف على الشطحة بس اسمحوا لي اشطح لو بنضرب مثال حي في عصرنا الحالي لهذه المشكلة التاريخية عندنا مشكلة العنصرية تجاه ذوي البشر السوداء في امريكا والامريكين من اصول افريقية العبودية يا جماعة تم دفنها من مئات السنين انتهت انتهى زمن العبودية انتهى زمن الجلد بالصوت من زمان ولكن ما زال اثر هذه المشكلة الى الان يلاحق الامريكان البيض انا ما اقول لكم انه العنصرية انتهت العنصرية موجودة ولكن زمن العبودية انتهى بس لنلاحظوا ايش اي حاجة تصير انتم عنصريين انتم كنتوا تعاملون انا عبيد انتم وانتم طيب يا حبيبي اذا جدي الخامس والعشرين عامل جدك الخامس والعشرين بقسوة وظلم واستعبدوا انا ايش ذنبي انا ما سويت لك ولا شي حرام تحكم علي وتعاملني بقسوة على شي حصل قبل مئات السنين وامثلة كثيرة تاريخية ممكن تطرح في هذا الموضوع بس امانة امانة صدقا يعني نقاش كان جدا جدا جميل ولقاء عظيم جدا رتبوا اسامة لهذه الثلاثة الشخصيات ويشكر عليه تحية تحية يا جماعة الاسامة تحية للشيطان الحقيقي برضو ما ننسفالكو وهو الطرف الثالث واللي جلس يحاول يهدي الاوضاع كل خمسة ثواني وبالرغم من انه فاهم ومؤدلج بنفس الايدولوجيا تبع قابي الا انه عنده عقلية وذكاء مختلف قدر انه يستوعب الصورة الكبيرة للحرب وبشاعة الحرب والايدولوجيا واثرها على الشعوب شاف انه باراديس مجرد ناس مثلوا مثلهم وجالسين يدافعون عن حريتهم وشاف انه مارلي برضو مقضيتها بنظام هذا ما وجدنا عليه اباءنا فالكو عنده القدرة انه يميز الصح من الخطأ في هذا الموقف على عكس قابي المتهورة والمؤدلجة وكمان على عكس كايا اللطيفة والبريئة وهنا ظهرت عبقرية الكاتب في جمع هذه الثلاثة الشخصيات في هذا الحوار الاسطوري شوفوا هو وجود قابي وفالكو في بيت ام وابو ساشا شيء يدعو للسخرية صراحة ويقهر ولكن هذا الشيء راح يتركنا امام ثلاث احتمالات الاحتمال الاول اما انه قابي راح تجيب ام العيد وتقتل لها احد بطريقة ما في هذا البيت او بتسوي اي مصيبة وهذا الشيء كان بيصير ترى اكثر من مرة لو لا تدخل فالكو يعني لو لا وجود فالكو مع قابي كان يمدهى سوت ام البطيط في هذه الجزيرة والاحتمال الثاني انها راح تتغير بطريقة ما وتستوعب الصورة الاكبر مع اني ما اتوقع صراحة هذه البقرة تتغير ولكن نقول يا رب ليش لا يعني والاحتمال الثالث انها تهرب وتبدأ رحلتها في البحث عن زيك مثل ما قالت وتسأل عن سبب خيانة المارلي طيب هذا بالنسبة لقابي وفالكو كايا خلونا الان نحول على ولاد الكلب وعبدة الفلوس هزرو هزرو في الحلقة الماضية وقبل اربع سنوات اخذوا كمية من الحجر البلوري الموجود داخل جزيرة بردايس وراحوا صنعوا فيه طائرة كعربون صداقة بينهم وبين بردايس وهذه الطائرة يفترض انها مختلفة ومميزة عن غير كل الطائرات اللي سبق للعالم صنعها ليش يا وجيه لانها تستخدم الحجر البلوري كوقود لها الوقود هذا او الحجر البلوري هذا لو فاكرين هو مادة جدا مميزة وثمينة وموجودة فقط في جزيرة بردايس عدة المناورة والاضاءات ومعظم التكنولوجيا الموجودة في بردايس مصنوعة بواسطة هذه المادة او الحجر البلوري سواء كمواد تصنيع او كوقود لها فيفترض انه هذه الطائرة بتكون مرة حاجة رهيبة ومطورة وبنشوف اكثر عنها هزرو الان يا جماعة مثل ما قلنا ما همهم لا ميكاسة ولا همهم بردايس همهم انهم يراهنون مع الورقة الرابحة في هذه الحرب ويستعيدون سمعتهم وكجزء من معرفة موقعهم في هذا الريهان صنعوا هذه الطائرة ما صنعوا اشياء طائرة واحدة يا 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 بخلا 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 على كل حال برضو هزرو يبغوا يشوفون قوة دكة الارض قدام عيونهم يا لا يا جماعة احنا جبنا لكم طيارة وروانا عمالقة دكة الارض هاي سرعة نرجع ونكرر لو قوة دكة العمالقة ما دخلت مزاجهم ممكن يسحبون على بردايس لان هدفهم الان هو تعزيز قوتهم هم تراهم انانيين يا جماعة ويبغون يعرفون مين الاقوى في هذه الحرب علشان يوقفون معه حلو الكلام حلو الكلام عندنا بعد كذا الهرج والمرج اللي سواه فلوك واللي سبب فوضى في الشارع وبين شعب بردايس هانجي طلبت من سكان شيغان شينا انهم يقوموا باخلاء المنطقة استعدادا لتفعيل قوة عمالقة دكة الارض التجريبي اللي يفترض انه علشان يوروه هزورو واكتشفت انه الشعب مرز اعلان وعارف معلومات سرية عن انه ايرن محبوس وكمان المتطوعين محبوسين طيب الشعب يحب ايرن المنقذ وامل الديا وكمان يحبون المتطوعين اللي ساعدوهم في تطوير جزيرتهم فكيف تعبسيهم يا هانجي انت صاحية؟ اللي سرب هذه المعلومات السرية هو فلوك وهولوغر وفيم ولويت شوف يا جماعة انا امانة عرفت انه فلوك وراه مصيبة من اللحظة اللي سوى فيها هذه الحركة ولما قال هذا الكلام اللي جان فوق اسطح مارلي في الحلقة السادسة وكمان لما كان ما عنده مشكلة انه يرمي قابي وفالكو من على الطائرة اطفال الله يخرب بيتك مستعد ترميهم من الطائرة حسيت انه وراه مصيبة الولد مرة داعم لكل شيء كان يسويه ايرن من قتل وتدمير وغيره ومستعد يسوي اي شيء حرفيا مستعد يسوي اي شيء بايعها بريال الولد وراه مصيبة فلوك يا جماعة وراه مصيبة ما حد عارف اش هي ولكن الاكيد انه هذه بداية شرارتها سميت معلومات سرية لانه الشعب ما هو مستعد يعرفها في الوقت الحالي وفلوك لما سرب هذه المعلومات معناته انه عنده مخطط او مصيبة ناوي عليها لما تنشر القلق والخوف ما بين قلوب الشعب الامن هذه بحد ذاتها مصيبة غير انه في شكوك حول فلوك انه اخذ يلينا من سجنها وخلاها تقابل ايرن بالرغم من انه باراديس كانت حريصة اشد الحرص انه ايرن ما يقابل زيك ولا يقابل يلينا ما نقدر نجزم ايش بيصير ولكن الاكيد انه في طبخة جالسة انطبخ ونتمنى انها تعدي على خير هانجي كالعادة تورطت ولا عرفت وش تسوي فقررت انها ايش يلا خد طباء ودي في السجن مع ايرن انا ما ادري يا جماعة ايش شاف القائد ايروين في هانجي علشان يورثها القيادة ولكن اتمنى اتمنى انها تلقى بصيرتها في القيادة وتكون قدها لانه وضعها مرة يحزن واضح انه عب القيادة اثقل كاهلها عزتيلك بس يا هانجي هلونا الان نرجع لحركة تحرير الديا حركة تحرير الديا جماعة موجودة من زمان داخل مارلي من عهد البومة واللي قبل البومة من بعد قريشا واللي بعده والان وبنسبة كبيرة زيك قد يكون برضو جزء من حركة تحرير الديا بتقوله يا وجيه ترى زيك قتل ودمر وسوى البطيط في بردايس ايش بك نسيت انت خلوني اذكركم بمبادئ حركة تحرير الديا حركة تحرير الديا متبنين مبدأ ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة ترى ميكافيلي واحد فيلسوف ما الام معلاقة في بردايس لا تروح تكتب ميكافيلي بردايس ما هو موجود ولكن فيلسوف كان موجود حقيقي في العالم عنده مقولة اسمها الغاية تبرر الوسيلة العبارة هذه كان متبنيها هتلر وستالين معظم الدكتاتوريين في العالم كانوا متبنين هذا المبدأ بمعنى انه عادي تقتل وتضحي بالافة الابرياء سواء اطفال ولا كبار ولا صغار فقط لصالح تحقيق الغاية الاعظم وشوفنا البومة كيف قتل الديا مارلي وحولهم الى عمالقة بل انه كان السبب في موت اخت جريشا على يد الكلاب شوفنا كمان ابو ايرن كيف قتل ودعس عائلة فريس تحت رجلينه بكل قسوة علشان بس يسرق العملاق المؤسس ويحقق اهداف حركة تحرير الديا فمبدأ حركة تحرير الديا مبدأ جدا قاسي ويتطلب الكثير من الترحيات والقسوة ولكنه يصب في صالح الشعب الديا الغاية تبرر الوسيلة غايتك تحرر شعب الديا وتستعيد مجدها اقتل اهلك ادعس على شعبك تخلى عن اخلاقك ومبادئك وسوي اللي تسويه علشان تحقق غايتك وهذا الشي اللي اكتشفوا المحنك ما قث في اخر مشهد في الحلقة لما قال لهم ان زيك خائن وانه قد يكون جزء من حركة الديا ما قث شيطان شخصية رائعة يا جماعة مرة احترموا والله مرة احترموا بالرغم من انه مار لي لكن قائن ريب اخر جزئية وهي جزئية عملية الارضة المحروقة انا ما ادري وش كان يقصد ما قث بهذه المعلومة ولكن الاكيد انه في مصيبة مخططين لها العالم تجاه جزيرة بردايس الان كل جيوش العالم يفترض انهم جالسين يستعدون لمعركة مرة قوية تجاه جزيرة بردايس بالذات بعد الحفلة اللي سواها لهم ايرين ورح تتجه جيوش باعداد مهولة الى جزيرة بردايس واذا في شيء ممكن نفهم من عملية الارضة المحروقة اللي ذكرها ما قث هو انه بردايس رح يتم تدميرها وحرق ابوها كامل عن بكرت ابوها هذه هي الخطة اللي تكلم عنها ما قث لكن هل رح تتم هنا السؤال اللي رح نعرفه في الحلقات الجاية اما انه جيوش العالم رح يهجمون على بردايس وتصير ما حرقه ومجازر ما الله بها عليم وقد تكون نهاية بردايس مع العلم انه علشان تستعج جيوش العالم لهذه المعركة يحتاجه ستة شهور تقريبا وزيك باقيله تقريبا ستة شهور وتنتهي مدة وراثته للعملاق ويموت وهذا يتركنا فيه اسئلة وتحريات كثيرة او انه مارلي ما رح تنفذ هذه الخطة وراح يهجمون على بردايس بهدف استرجاع قابي وفالكو مثل ما اقترح راينر او اذا مره يعني ممكن رح يصير شيء ثالث له علاقة بخيانة فلوك وخطة لينا ويرين وزيك اللي الى الحين تظل غير مفهومة بشكل واضح وكل الكلام اللي قلناه مجرد احتمالات ومقترحات مطروحة وراح نتأكد منها في الحلقات القادمة ولا تنسى تسوي لايك شلام